تفضلي بالأحرى مرحبا بكم إذن شكرا جزيلا على حضوركم وكان هذا اليوم يوما آخر جديدا جيدا في بينسلفينيا أنا سنحت لي الفرصة للقاء العديد من الأشخاص الرائعين ونحن قمنا بضخي الجهد والطاقة والصبر والانتباه إلى كل التفاصيل من أجل حرص على مواصلة عد مئات مئات الألف من الأصوات حدث هناك تقدم رائع من قبل العاملين وزارة خارجية بينسلفينيا تعمل إلى الآن وأنا سأعود بعد هذا الخطاب وسنواصل عملنا حتى الليل من أجل إنهاء عمل حساب الأصوات كما قلت مئات الألاف من الأصوات الأخرى ستعد هذه الليلة ولذلك تابعوا موقعنا الإلكتروني لتعرف المستجدات وبطبيعة الحال أعتقد أننا نقوم بما يلزم الأمور تسير كما ينبغي لكن نحن نتحدث عن بعض الوقت الذي نحتاجه قبل إعلان نتيجة نهائية قبل أيام كان هناك تخليد للذكرى المئوية للتعديل الثامن عشر لدثورنا وبطبيعة الحال هناك حق للتصويت الذي أعطي للعديد من الفئات ولذلك نحن نعتز بحق كل مواطن أمريكي في التصويت وأعتقد أن هذه الأمور هي قيم يتشارك كل الأمريكيين ولذلك نحن فخرون بأن نكون في هذه الهيئة من حساب وتعداد كل الأصوات وكل سندق الاقتراع نحن في التعديل الدستوري التاسع عشر الذي خلدنا ذكره المئوية هو طبعا شيء نعتز به وهناك حقوق مدنية أخرى متوازية تحققت لكن بعد تضحيات ونعرف ونتذكر الرئيس جونسون كيف وقع ذلك القانون في 1965 ونحن نستحضر كل هذه المحطات ونقول إننا سنواصل المسيرة وسنتيح لكل مواطن وناخب أن يدلي بصوته ويحق له أن يحسب صوته ويوصل إلى المسؤولين سنواصل الدفاع والكفاء عن كل البنسلفينيين من أجل احتساب كل أصواتهم شكرا جزيلا على حضوركم ونحن مستعدون لتلقي الأسئلة بالنسبة للقاضية التي رفعتها حاملة ترامب هل من الممكن أن توقف عملية حساب الأصوات في بنسلفينيا لا أعرف لكنك إذا كنت تتحدث عن قضية رودي جولياني التي أثارها أرى أن مسألة الشفافية والنزاهة هي موجودة في لديفيا التي يتحدثون عنها هي تقوم بعد الأصوات منذ البداية واعتقد أن عملية التصويت تبث مباشرة على الموقع الإلكتروني لذلك أتساءل عن أي شفافية يتحدثون عنها ولماذا يشككون في الشفافية ولم تكن العملية أكثر شفافية من الآن تفضلي كاثي أنت محامية ويمكن أن تردي لا يمكن أن نرد على هذه المزاعم لكن نقول إننا سنبدل كل جهد من أجل أن نمنع الوقف سنواصل العد السؤال هل يمكن أن تخيل فترة تتوقفون فيها عن العد لا يمكن مرة أخرى أن أعلق عن مزاعم الآن ليس لدينا أي نية أن نقف العد سنواصل العد وكل سؤال إذن هذا مؤتمر اشتركوا في القاتة PA